لقطتين حاجة بنهاي لكم النهاردة هعرضهم على حراككم بسرعة عبدالله ستعرفوا أنه الأهلي أسلوب حياة وأنه الأهلي حاضر حتى في أهم وأعظم اللحظات اللي بيمر بيها بشكل شخصي لأي واحد في الدنيا أنه يدخل الأهلي أو أنه الأهلي يكون حاضر فيها تفهم وتعرف يعني إيه أنه الأهلي بالنسبة لجمهوره أسلوب حياة تعالوا نشوف عبدالله عبدالسطار مشجع أهلاوي في حفلة تخرجه عمل إيه على حضراتكم مش غريب على الأهلوية اللي جوة لكن اللي كان غريب بجد بالنسبة لي هي مكالمة تليفون استقبلتها من يعني حد أعرفه بيعمل في مجال السياحة مرشد سياحي أسباني وبدأتوا بيكلمني بيقولي أنا معي جروب من المكسيك وفي منهم شاب جاي مصر عشان نادي الأهلي قلت له ده احنا معلمين عليهم في كاس العالم جاي مصر عشان أهلي قال لي أوه الله ده جاي وعايز اشتري التيشرت بتاعت النادي الأهلي أجبها له منين فقلت له أنا عايز عرف قصته فهو الحقيقة سجل له فيديو كده يعني يكلم فيه عن نادي الأهلي هنشوفه ونرجع أقول لحضراتكم كان بيقول ايه الأهلي مرحش المكسيك الأهلي ملعبش في المكسيك الأهلي يمكن ارتباطه بالمكسيك كان من خلال مشاركات مختلفة أو لقاءات مختلفة في بطولة كاس العالم فكرة أن يبقى ليك مشجع أو قاعدة جماهيرية بنشوف ده بيحصل مع الأندال كبيرة النهاردة فيه جماهير لباشلونة فيه جماهير للمان يونيتد في مصر فيه جماهير بتشجع ريال فيه جماهير بتشجع ليفر فيه جماهير بتشجع الباين لكن إنجازات الأهلي أنها توصلة إنه يبدأ يكون ليه قاعدة جماهيرية ليه عشاء ليه محبين ليه ناس بتفضلوا بتعتبرها أو بتعتبروا النادي المفضل على مستوى العالم بعدنا دي هو اللي بيشجعه في المكسيك دي ممكن تبقى حاجة جديدة علينا وده ما كانش ممكن يحصل أبدا إلا لو كان فيه إنجاز حقيقي إلا لو كان فيه قناعة حقيقة إنه أنا كمشجع مكسيكي مثلا محتاج أشجع أو أشوف أو أتابع أو أجي مصر عشان أشتري تيشرت النادي الأهلي وشجع النادي الأهلي اللي أنا بحبه على بعد ألاف الكيلومتر